الحقيقة أنا بعتبر أنه حصاد مهم جداً الحصاد الصحي في مصر أنا بشك حريك جداً على الدعوة الجميلة وحبينا أن نحن نوضح المجهودات اللي عملتها الدولة المصرية وخاصاتها من 2014 في ملف تطوير المنشآت الصحية وإن كان من 2014 حتى الآن بالأرقام إحنا عملنا ما يقرب من 1135 مشروع في 27 محافظة بإجمال استثمارات مباشرة لما يتعلق ببند واحد من كان في الإنشآت حوالي 100 مليار جليل يعني الدولة المصرية تم استثمار 100 مليار جنيه بشكل مباشر في ضخة لمنشآت صحية كان محرك منشآت صحية من أول مركز ووحدة طب الأسرة الموجود في القرية البسيطة إلى المستشفيات العامة أو المستشفيات المركزية إلى المستشفيات التخصية إلى المجمعات الطبية والمدن الطبية فقدرنا من 2014 حتى الآن نعمل وننتهي من حوالي 1135 مشروع بإجمال استثمارات 100 مليار جنيه وكانت الخريطة الصحية بالنسبة لنا وتوجيهات سيدة الرئيس ما منتكلمش على محافظة بعين إحنا لازم يكون شغالين في السبع وعشرين محافظة ويمكن الميزة في وزارة الصحة أن العامل فيها تراكمي يعني هو حاجات بتكمل على حاجات عشان كده النهاردة مفيش محافظة في مصر من السبع وعشرين محافظة مفيهاش باسماء صحية جديدة مفيهاش منسئات شحية جديدة مفيهاش وحدات صحية جديدة مفيهاش مستشفيات عامة جديدة اللي زي محرك عارفة القطاع الطبي هو جزء منه والمنشئات اللي بتبني فيها تقديم الخدمة بالإضافة إلى المسلزمات والأدوية إلى الكوادر الطبية إلى المنظومة الكبيرة الخاصة بحلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشام اللي بدأ يخش فيه بعض المحافظات التدريجان في الستة الأولينين والمراحل تبعا فالحمد لله إحنا من 2014 حتى الآن عندنا توجهات قوية جدا وعندنا دعم قوي جدا فيما نطلق عليه المشروعات القومية الخاصة بوزارة الصحة اشتركوا في القناة